أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي الوحيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَ أَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدنيا والآخرة وأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيًا والمؤتفكات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم نستمر في هذه الآيات المباركة من سورة التوبة قضايا المنافقين حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه الآيات لها شأن نزول شأن نزول يعني شنو؟ يعني حادثة تحدث ينزل جبرائيل بأمر من الله سبحانه وتعالى ويأتي بآية هذه الآيات تجتمع بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وتجعل في سورة يعني هذه الآيات التي قرأناها قبل ليالي وهذه الآيات في هذه الليلة والآيات التي نتلوها إن شاء الله إلى آخر شهر رمضان ما نازلت مرة واحدة نزلت على فترات ولكن عموما تاريخ نزولها تاريخ نزولها في السنة التاسعة من الهجرة بإجماع العلماء والمفسرين سنة وشيعة ولكن هذه الآيات تجعلها أو نقراءها سلام عليكم في هذا الموقع سلام عليكم هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما تجتمع الآيات تصير شنو؟ سورة كاملة هذه في السور الطوال يسموها السور الطوال من هذا المكان في القرآن يعني من سورة التوبة بعدين يجي الأنفال بعدين يجي الأعراف من آخر القرآن لنقرها ليس من أول القرآن إلى سورة بقرة هذه يسموها السور الطوال لماذا؟ لأن طويلة السور القصار آخر القرآن جعلها رسول الله سورة الناس سورة الكافرون سورة المنافقون سورة هكذا صغيرة نحن طبعا بدأنا من أول سنة الذي كنا في خدمتكم بدأنا من آخر القرآن والآن وصلين إلى تقريباً عشرين جزء إذا بقينا أحياء إن شاء الله نكمل إلى آخر ما أدري أتكبيد الله بعد المهم هذه الآيات كانت تنزل على رسول الله في أحداث مختلفة من الأحداث التي حدثت قضية العقبة الذي كان جداً خطير مؤامرة خبيثة من بعض المنافقين لقتل رسول الله لاغتيال رسول الله طيب عموماً صفات المنافقين لنقرأها في هذه الآيات نتيجة شنو نتيجة نار جهنم نستنتج من هذه الآية الأولى التي تلونها في هذه الليلة أن المنافق مصيره جهنم لا شك فيه الكافر خمعلو الملحد الذي ينكر طبعاً نحن دائماً نقول في السنوات الماضية والآن أكرر كل العذاب كل أنواع العذاب الذي يتلقاه الكفار والمنافقون في يوم القيامة مخصوص للمقصرين هذا خلوه في بالكم دائماً المقصر منه هو هو الذي يعلم وينكر ممكن يتعلم ما يتعلم ممكن يهتدي ما رح يهتدي بنفسه باختيارهم لا يريد لا يريد الهداية ويكونوا كافراً أو يكونوا منافقاً يعني معقولة في زمن رسول الله هذه السورة في السنة التاسعة ده يشوفون معاجز من رسول الله كرامات من رسول الله انتصارات إذا يردون دنيا سنقرأ في الآية اللي الله يعاتفهم يقول بدل ما أنتو تجون تشكرون رسول الله أنه أنعم عليكم تنافقون ضده هاي شلون هذي هالجزاء والإحسان إلا الإحسان يرون رسول الله بمعاجزه بكراماته وإذا يردون دنيا بانتصاراته هذه وبعد فتح مكة صايره يعني فتح مكة انتصار كبير للمسلمين وللإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله فأش بيكم يعني ليش أنتو تنافقون إذا أنتو أهل دنيا هذه دنيا سيطرتم على العالم على كل الجزيرة العربية وصل صيتكم إلى الروم إلى الفرس شبيكم بعد إذا الدنيا تردون وإذا تردون آخر فهذا رسول الله بمعاجزه وبخلقه وبأدبه يشوف المنافق يعرفه ما يقول له شي المهم فمصيرهم جهنم بنص هذه الآية المنافق كالكافر بشرط التقصير قلنا أما القصور يعني ما واصل إلى حقيقة ما شايف معجزة من الرسول لسه إحنا في هذا الزمان نقول إحنا ما شفنا رسول الله ولا شفنا الأئمة ولكن الحمد لله الله هدانا حقيقة يجب أن نشكر على الهداية يقول لك يشوفون كل شي ولا يهتدون ولذلك وعد الله المنافقين هذا وعد يعني شيء حتمي وعد الله حتمي وإلا هو وعيد لازم يكون لازم يكون وعد ولكن وعد بمعنى الحتم وعد الله المنافقين والمنافقات يعني حتى النساء قلنا الليلة الماضية طوائف كانت منافقة عوائل عشائر كانت منافقة بعد منه والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم يكفيهم هذا يعني هذا نصيبهم هذه عاقبتهم هي حسبهم هذا معناته يعني جزاؤهم هذا هي حسبهم ولعنهم الله يقولون ليش تلعن الله يلعن ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم دائم هذه جزاؤهم لتقصيرهم وعنادهم بعدين بعدين الله يذكر هؤلاء المنافقين يمكن يهتدون وبالفعل كم واحد اهتدوا يعني اكو في التاريخ ان كثيرا مو كثيرا بعضا من هؤلاء المنافقين اهتدوا ولكن انظروا الى ما قبلكم الى التاريخ التاريخ يعيد نفسه اقوام اجت هذولا كانوا يدرون نعم العرب اخواني كانوا موضع تجارة وموضع سفر ومكة والمدينة كان الى مقام حسب اليوم يقولون انت استراتيجي يعني الناس تجي تروح بمناسبة الكعبة من كل البلاد يجون يزيرون الكعبة يحجون حتى المشركين يجون حتى غير المشركين النصارى اليهود يجون لان كانت كعبة موئل لجميع الانبياء فبالنتيجة كان هناك توارد افكار فقصص الانبياء كانت تذكر اليهم عندهم يعني يعرفون قصة نوح يعرفون قصة هود قصة المؤتفكات قضية لوط وهكذا عندهم بعض المعلومات الواردة والشاردة وبعض كانت غير صحيحة القرآن اجي صححها يعني القصص القرآنية من اهميتها شنو من اهميتها انه عرفنا الحقائق يعني قصة يوسف شنو كانت قصة ابراهيم الخليل شنو كانت قصص موسى عيسى عليه السلام كل الانبياء كان تصحيح لبعض الخرافات اللي وردت في هذه الامور فبالنتيجة العرب كانوا يعرفون القرآن يذكرهم يقول هذول المنافقين كالذين من قبلكم اذكروا قبلكم هذول مثل هذول نفس الشي كالذين من قبلكم بس الفرق شنو الفرق انتو عاجزين انتو لاعدكم مكنة لان العرب الجزيرة العربية اخواني يمكن تاريخ اما كانت تحت سلطة الفرس الايرانيين واما كانت تحت سلطة الروم حروب تصير بالنتيجة ولايات تحت امرة الكبار فانتم اقل شأنا من قبلكم من هذول قوم عاد كان عندهم حضارة ابراهيم في زمن النمرود كان عنده نمرود كان عنده سلطة في العراق وما اطراف العراق هود عندما اتى الى قومه لوط عندما اتى كلهم كان عندهم امكانات مادية كالذين من قبلكم ولكن الفرق شنو كانوا يعني ذولاك اشد منكم قوة كان عندهم قوة اسلحة جيش واكثر اموالا واولادا ذولاك اموالهم اكثر اولادهم اكثر شنو صار النتيجة النتيجة هذه فاستمتعوا بخلاقهم فترة من العمر استمتعوا خلاق يعني نصيبهم من الدنيا الخلاق بمعنى النصيب نصيبهم تمتعوا به بعدين شنو صار راحوا كلهم فاستمتعتم بخلاقكم انتم نفس الشي تستمتعون بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم يعني الدنيا شنو هي الدنيا فترة يجي الناس تجي تستمتع بالخلاق يعني بنصيبها بعدين تروح مرة كشخص ومرة كأمة وين الفراعنة الفراعنة اقرأ التاريخ اقل فترة زمنية ذكرها المؤرخون للفراعنة كلهم يعني سلسلة الفراعنة 2500 بعضهم قالوا اكثر 3000 كسور هسا قولي 2500 سنة وين انتهوا راحوا امم تأتي وتذهب مو اشخاص فقط شنو سووا وخضتم كالذي خاضوا الخوض قلنا شنو البارحة اولت البارحة الخوض يعني الورود في السيئات يسموه خوض نخوض ونلعب قلنا نخوض يعني نلتهي باشياء تافهة ذولاك خاضوا وانتم خضتم يعني يقارن الله سبحانه وتعالى حالة الجزيرة العربية وحالة المنافقين بالذين مضوا وخضتم كالذي خاضوا يعني وردتم في الباطئ سويتوا كل المساوة كما سووا هذا معناته خاضوا شنو صار من نتيجة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخر في الدنيا شلون ما انتصروا الآن حقيقة إذا واحد يفكر الانتصار الحقيقي في قلوب الناس لمن لنوح أو لقومه لإبراهيم الذي حطم الأصنام أو لقومه ونمرود لموسى أم للفراعن ليوسف أم لفرعون زمانه لعلي أم لأعدائه للرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله أم للمشركين والمنافقين الذين حادوه ونادوه الانتصار للصلحاء دائما للحق هذا معنى الدنيا حبطت أعمالهم يعني ما حصلوا نتيجة في الدنيا والآخرة حبط الأعمال يعني شنو يعني أي فائدة ما كوا إذا مسووا خير ما كوا فائدة إلا ما كوا نتيجة وأولئك هم الخاسرون من نتيجة الخسارة الحقيقية للذين لم يرتعدوا إلى الحق لم يثوبوا إلى الحق هذا معنى خب بعدين يذكرهم ببعض الفترات التاريخية اللي هم مش سامعين عنها ألم يأتهم هذول المنافقين هذول الكفار في زمن رسول الله الخطاب لهم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ما قارن التاريخ وما قرون بس كانوا يسمعون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح يعني قضايا النوح موجودة عند العرب وعاد وثمود يعني قضايا هود وصالح وقوم إبراهيم قضايا النمرود وأصحاب مدين قضايا شعيب عليه السلام والمؤتفكات إشارة إلى قوم لوط ألم يأتهم نبأ هؤلاء حتما أتتهم أتاهم رسولنا شنو صار الآن النبي جاي إلى الجزيرة العربية يريد أن يهدي الناس في الجزيرة وفي غير الجزيرة إذن لا كم نفس الشيكان أتتهم رسلهم بشنو بالبينات بينات يعني معاجز وأفكار صالحة عادة كلمة البينات إذا أتت في القرآن تشمل إما المعاجز بينات ظاهرة يعني وإما الأفكار الصالحة يعني النجاة العرب ونجاة الأمم كانت في القرآن كان في الإنجيل كان في التوراة كان في صحفة إبراهيم هذا معنا البينات فما كان الله ليظلمهم يعني شنو يعني كلهم انتهوا صحره تاريخ مزبلة التاريخ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فبالنتيجة الظلم لم يأت من الله والعياذ بالله الله عادل الله يريد هداية البشر ولكن هم ظلموا أنفسهم هذه موعظة أيضا يعني سووا كل الخطط خططوها لاغتيال النبي أيضا في هذه الفترة اللي قريناها في بعد قضية تبوك مع ذلك الله يحبهم يريد أن يهديهم يقول ديروا بالكم شفتوا الأمم السابقة الآن التفوا حول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الله عزيز الله عزيز إهنا لكله كان ليالي قرينا صفات المنافقين الآن آية في الوسط يجي هذا لأنه في المقابل أكهو ناس زيني حول رسول الله وكلهم كانوا الشكل من هو ذلك والمؤمنون والمؤمنات المخلصين المؤمنين الذين التفوا حول رسول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في قضية المنافقين شون قرينا قرينا أنه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض هنا يقول الله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض شل الفرق هناك المؤمنين المنافقين بعضهم من بعض يعني شل واحدة ولكن ما عدهم عطف على الآخرين المفسرون استفادوا من هذا الفرق بين تعبير المنافقين وهنا المؤمنين يقولون المنافقين حتى بيناتهم نفاقكم يعني في حالة في حالة الأرباح توزيع الأرباح همهم وبيناتهم يدعاركم المؤمنون مهش يعني يجب أن لا يكونوا هكذا المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء يعني ولي للثاني يحبه يدعمه يناصره شلو صفاتهم هناك قرأنا صفات المنافقين ليالي عديدة صفات المؤمنين يأمرون بالمعروف دائما يحبون أن ينتشر المعروف في المجتمع الأمر بالمعروف موضوع جدا مفصل وله شروط وله مواصفات وله إمكانات ما علينا بها ولكن عموما يحبون الخير للجميع هذه صفة المؤمنين في المقابل وينهون عن المنكر كل شيء موزين ما يردون لا لهم لا للشعب للبقية الصفة الثالثة يقيمون الصلاة ملتزمين بالصلاة الصفة الرابعة يؤتون الزكاة كثير من الناس يصلي هوايا أما وقت الدفع وقت نصة المظلومين ما لا أنا أصلي بس لا يقول لا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بعد شنو هاي أربعة الخامس اللي مهم السواحد يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يصلي ويزكي يكفي لا يطيحون الله ورسوله لأنه الإسلام مفغض الصلاة والزكاة هاي أشياء أكو آلاف الأوامر آلاف النواهي أكو هذول طاعتهم لله وللرسول إذا قال تعالوا لحار يجون إذا قالوا صلح يجون إذا قالوا اعطي يعطي إذا قالوا اجتمعوا في المسجد يجتمع إطاع كامل لله والرسول أولئك سيرحمهم الله هذا وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات رحمة كاملة من الله سبحانه وتعالى إن الله عزيز عزيز يعني مقتدر ما يحتاج أحد وحكيم كل هذه بالحكمة يعني الثواب والعقاب بحكمة الله هست شنو تفصيل هذا العطاء الإلهي شنو تفصيله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار هذا واضح كلنا نتمنى إن شاء الله يوم القيامة بعد المحكمة العادلة لله سبحانه وتعالى وبشفاعة أهل البيت أن نذهب إلى الجنة هذا أمنية المؤمن هذا أمنية المؤمن هذه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن هذا التفصيل للجزاء الأخروي للمؤمنين والمؤمنات اليوم شفت حديث شفت لا بأس أن نقرأه هذا الحديث عدن يعني شنو عدن في اللغة العربية يعني خلود استقرار استقرار في شيء يسموه عدن ولذلك المعدن يقولون معدن لأن المجوهرات مستقرة فيها هذه من الناحية اللغوية أما من الناحية الإصطلاحية شنو عدن يعني جنة خاصة نعم أولا الجنة إخواني جنات مو جنة مو جنة واحدة جنات متعددة درجات متعددة لكل طائف من المؤمنين أكو درجة درجته في الدرجة الأولى درجة الثانية يقال أنه بعدد آيات القرآن أكو درجات للجنة هذه أولا درجات ثانيا جنات مختلفة أكو جنات خاصة خاصة جدا لمن هؤلاء لمن هذه الجنة اللي يسموها عدن جنات عدن الرواية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي المصطفى محمد الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قلنا كل فترة وفترة لازم نسوي صلوات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدن يعني جنة عدن عدن دار الله لكن البقية مو دار الله البقية أيضا دور الله يعني هذا تشريف يسموه تشريف يعني شرافة بها هذا الجنة عدن دار الله التي لم ترها عين ولم يخطر على قلب بشر كل ما تتصور من نعيم الجنة لا هذاك شيء آخر عدن شيء آخر لا يسكنها إلا ثلاثة ثلاثة طوائف يسكنونها هذا عدن جنة خاصة النبيون يستاهلون والصديقون الصديق من هو الصديق مو معنى الصادق اكو عدن صادق واكو عدن صديق الصديق هو الذي يتبع النبي والأئمة سلام الله عليهم حرفا بحرف هذا يسمى صديق ويصدق كل ما جاء به رسول الله وصلى الله عليه وآله وسلم كل شيء هذا يسموه صديق بعد والشهداء الذي يستشهد في سبيل الله مع الإمام المعصوم هذا مكانه وين في عدن هذه الرواية بعدين رواية ثالثة هذه أنا لما قرأتها قلت احنا مو من الأنبياء عجب احنا من الصديقين ما أدري عجب احنا من الشهداء مع الإمام الحجة إن شاء الله يمكن ولكن اكو رواية ثانية شوية تعطي أمل أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يحيا حياتي يعني حياة منه الرسول من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنتي التي وعدني الله ربي جنات عدن إشارة إلى جنات عدن اللي يريد يعيش مثلي ويموت مثلي ويسكن معي في جنات عدن هاي الجنة الخاصة فليوال علي ابن أبي طالب وذريته من بعد أنا لما قرأت هاي الرواية شوية ارتاح ولكن أيضا أكفت شيء اللي هو مو بسرعة تضحك يا عادل واحد يرتاح بس من ناحية الثانية فليوالي يعني شنو هاي هنا نلحد شيء فليوالي يرجع إلى الصديق مرة ثانية موالات علي ابن أبي طالب وذريته شنو معناته بس الفضلاء قاعدين هنا نستفيد بعدين منهم الموالات مو المحبة ترها وإحنا كلنا نحب علي من أبي طالب الكل يحبه حتى المسيحي يحبه السن يحبه الإنسان يحبه كل واحد يصير إنسان يحب علي من أبي طالب وذريته هذا لا شك فيه ولكن الموالات شيء آخر يا ريد كنا من الموالين الحقيقيين اللهم ارزقنا جنة عدن خب خلاصنا ومساكن طيبة في جنات عدن بعد شنو رضوان من الله أكبر هذه بعد ما إلى تفسير أبدا كل ما تفسر شنو معنى رضوان من الله أكبر بابا صفات الجنة واضحة حور عين نفتهم لشنو مثلا ما ندري أهم شنو ولدان المخلدون أنهار ما دري شنون قصور أشجار كلها واضحة رضوان من الله يقول أكبر يعني كل نعم الجنة في جهة ورضوان الله أكبر بذلك ليش أكو روايات كثيرة وتفسير جدا لطيف حول هذه الكلمة ليش أن رضوان الله أكبر المؤمن إخواني والمؤمنة عندما يذهبون إلى الجنة إن شاء الله لكم منهم هذولا يتنعمون بكل النعم الموجودة في القرآن في الروايات صحيح بس ما يدرون بحقيقة الله راضي عنهم هذا مهم شوفوا أنت يمكن الولد يخدم أبوه هذا المثال اللطيف الولد يخدم أبوه يخدم أمه يخدم أقربائه مهم الأب والأم بالنتيجة ما يدري في قرارة قرارة قلب الأب أو الأم راضين عنه أو لا إذا في اليوم إجيه قعد عند أبوه أمه قال عرف معرفة حقيقية أن الأب حقيقة راضي عنه ماذا قال يفرح إذا كل شيء يطي أبوه ورث أموال قصور سيارات مو مهمة عنده بس إذا شاف أنه الأب راضي عنه هذا مثال طبعا للتقريب نعم الجنة كثيرة وحلوة لازم نستفيد منه إن شاء الله نتعم ولكن إذا شوف أنه الله راضي عنه أو لا هذا معنى الرضوان يقال أن هذه الحالة عندما تأتي إلى المؤمن تأخذه البهجة بشكل أنه كل نعم الجنة تصير صفر عنده لمن يفهم أن الله راضي عنه وأكو أحاديث عجيبة أنه يجيني دائئتي أنه يا أهل الجنة أنا راضي عنكم ذلك هو الفوز العظيم إذا تريد فوز الفوز مو أنه أحد يحصل لكم يوم نصيف في الدنيا انتهي هذا الفوز العظيم هناك أنا تعبت والحمد لله الله يحفظكم إن شاء الله ويحفظ الجميع في هذه الليالي لازم ندعو أنه الله يرزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وحالة التوبة وحالة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل بالرسول والأيمة عليهم السلام هذه فرصة فرصة شهر رمضان أما الموعظة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر المسلمين شمروا جدوا تأهبوا هاي ثلاث كلمات تناسب ما بحثنا في هذه الليلة الرسول يقول شمروا شمروا يعني شنو اللي يريد يسوي فد عمل مهم شي سوي يشمر عن ذراعه يعني يستعد شكرت كلمة مهمة شمروا للآخرة يعني شمروا شمروا جدوا القضية جدية الدنيا ملعب تأهبوا استعدوا يعني ليش يا رسول الله فإن الرحيل قريب الموت قريب وتزودوا أخذوا زاد للآخرة فإن السفر بعيد وحد سألوه البرزخ شقيد قال ملايين السنوات يمكن نبقى هناك ممعلوم وخففوا أثقالكم الذنوب أثقال على كواهلنا الديون أثقال الأموال التي على عواتقنا أثقال وخففوا أثقالكم ليش فإن وراءكم اللي يجي قدامكم يعني حقبة كأودا أقبة هاي الأماكن في الجبال اللي صعبة كأودا يعني صعبة لا يقطعها إلا المخفون لمن واحد يريد يروح في مكان جدا صعب في الجبال يشيل وياه مئتين كيلو ما يقدر يمشي يشيل وياه جنطة صغيرة حتى يقدر يفوت هذا المخفف إلا المخفون أيها الناس إن بين يدي الساعة أمورا شدادا بين يدي الساعة يعني الآن يعني قبل قيام القيامة أتصور نحن تقريبا في أواخر الزمان اللهم عجل فرج مولانا الإمام الحج أيها الناس إن بين يدي الساعة أمورا شدادا وأهوالا عظاما وزمانا صعبا إحنا لما نقعد مع الأصدقاء في جلاسات العلماء حقيقة هالأشياء اللي تجينا الأخبار اللي تجينا في الموبايلات والأحلاث اللي تصير حقيقة أهوال عجيب بدأت تصير المجتمع ده يتغير شنو يصيرون الأولاد في المستقبل الأحفاد شنو يصير وضعهم هالأجهزة اللي تجي هالفساد اللي ده ينتشر هذه نسبة الطلاق اللي موجودة في البلاد شنو ده يصير يعني إن بين يدي الساعة أمورا شدادا وأهوالا عظاما وزمانا صعبا ليش يا رسول الله ليش يتملك فيه الظلمة الظالمين يسيطرون على العالم ويتصدر فيه الفسقة يصير صدر صدر يعني شنو يعني هو اللي يتزعم ويضام يعني يظلم ويضام فيه الآمرون بالمعروف يريد يأمر بالمعروف يظلم ويضتهد فيه الناهون على الفنكر هو شنسوي فأعدوا لذلك الزمان وعضوا عليه بالنواجز واحد اللي من يريد يسوي في العمل جدا صعب يضغط على أسنانه هذا يسموه غلوا عضوا عفوا عضوا عليه بالنواجز يعني يستعدوا والجأوا إلى العمل الصالح وأكرهوا عليه النفوس تفضوا إلى النعيم الدائم يعني استعداد يريد يعني القضية مهينة يحتاج إلى استعداد وتأهب لمقابلة الشرور اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارزقنا حسن العاقبة اللهم ارحم موتانا واغفر ذنوبنا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوداء